بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل الفيديوهات اللي اتفقنا فيها ان احنا هنتكلم على اهم النقط اللي نبص عليها واحنا بنفك او بنركب مضخة. والنقط دي دايما في بعضها لازم نعمله كل مرة. وفي بعضها بنعمله مش كل مرة لكن لما يبقى في مشكلة متكررة. مش عارفين مش عارفين سبب المشكلة ومش واضح فلازم نبص عليه كويس. اللي معانا المرة دي هو اللي تشكل اسمه. هنقولنا المجموعة دي اللي هنبص عليها معانا هنا. ازاي ابص على عمود? لو عني عمود دايما وانا بصنعه بيبقى في حاجة اسمها المركز الهندسي للعمود. ولما بيتركب في المعدة ويدور اللي بيحدد حاجة اسمها المركز دوران العمود اللي هو هو بتاعي هو دول اللي بيحدده المركز الهندسي. لازم يبقى المركز الهندسي ده منطبق على المركز لازم المركز الهندسي ينطبق على مركز الدوران. ويكون الحيود ما بينهم رقم مقبول. طيب. حاجة تانية لازم العمود بتاعي دايما يكون عمود مستقيم. يعني ما فيهوش اي نوع من انواع الانحناء. وإلا هيقص على الميكانيكالسيل وعلى اجزاء الدورة كلها. الحاجة التالتة ان العمود بتاعي مساحة مقطعه زي ما لازم تبقى دايرة لو العمود بتاعي مساحة مقطعه اتحولت في بعض الاحيان نتيجة اللي هايب في التصنيع من دايرة لشكل مخروطي. اه شكل بيضاوي فيبقى عندي مشكلة. كل الكلام ده قدر ابص عليه باستخدام اللي هو الساعة اللي احنا فردنا لها فيديو طويل جدا لنتيجة لاهميتها وطرق استخدامها. طيب. زي ما قلنا عندنا حاجة اسمها المركز الهندسي ومركز الدوران. لو عندنا عمود زي اللي قدامنا ده. ده المركز الهندسي اللي تصنع نتج من عملية الخراطة. وده هو المركز الدوران اللي بيحدده البيرنج هاوس والبيرنج نفسه. الفرق ما بينهم هو اقدر رئيس الموضوع ده لو العمود على المخرطة بالساعة ده او على زي الحالة اللي قدامنا دي. طيب. لأ العمود بتاعي مش مفكوك وراكب جوه المضخة وراكب جوه البيرنج هاوس وعايز اشوفه. فاقوم اعمل ايه? اركب ساعة ينين وساعة شمال وعمل لهم اثبتهم في البيرنج هاوس بحيس ان انا الغي الحركة النسبية ما بين العمود والبيرنج هاوس الا اللي ينتج من الساعة. وابتدأ اقول انا عايز اتأكد ان مركز دوران العمود هو هو المركز الهندسي بتاعه هو هو مركز البيرنج وهو هو مركز البيرنج هاوس. يقبل كله. ادي مركز دوران العمود. ولو ده لازم بيكون مركز دوران العمود عمودي على منطقة تحميل في البيرنج في البيرنج هاوس. نقطة اين دول. ويكون موازي لمنطقة شحط البيرنج الخارجي. الظرف الخارجي للبيرنج. الف العمود لفة بالايد وقرأ ارية. الحالة التانية ان انا البمب بتاعتي صغيرة اوي مش قادر اثبت عليها نفسها او تكون ستال ستيل. فقوم اعمليه احطها على ترابيزة واثبت ال بالمغناطيس في الترابيزة. واثبت البمب نفسها في الترابيزة. لو ما ثبتش البمب في الترابيزة في ارية خاطئة. واحط برضو اتنين ساعة واليف العمود من الناحياتين في الحالة دي اخد الارية بعد لفة كاملة. حالة التالتة ان انا اربط على حالة زي اللي قدامنا دي بمصمار بمنجلة. نفس الشيء اهو. ولف لفة كاملة. واخد الارية. شايفين الساعة قاعدة فوق العمود نفسه. الحالة التالتة ان انا عايز مرة خط عند الكوبلين. مرة خط آآ بعيد خالص على طرف العمود ناحية الامبلر. لا انا عايز اخد جوة قوي. ليه? احيانا ببقى عايز اخد اريات متعددة على العمود عشان اعرف المشكلة فين بالزبط. فاقوم اعمل ايه? اركب جوه بالشكل ده. وبرضو اتأكد ان السنتر دوران العمود متعامل على منطقة تحميل البرينج ويموازي لمنطيات شحة البرينج هاوس نفسه. كل ده بيقول السناتر بتاعتي صح ولا لأ? اهو لو عندنا البرينج هاوس ناحية الامبلر اهو. اللي هو العمود بيبقى اطول شوية. اركب الساعة في البرينج هاوس. ولف العمود لفه واتطلع الاراية. الستاندر بيقول ان الاراية دي تتراوح لا تزيد عن خمسة من مية لسبعة من مية. لو اقل من كده فهو افضل طبعا. الا ازا المورد كان مشترط ان الاراية تكون اقل من كده لازم او مديني سماحية اعلى من كده. فدايما الرقم ده ده الرقم العام. الاستاندر العام. لكن المورد ممكن اديني اراية اكبر او اراية اقل. لو انا هركب من ناحية تانية ناحية نفس الموضوع. ادي الساعة ولف لفة كاملة. وبيبقى الموضوع نفس الاستاندر. ما لم يذكر المورد في بعض الموردين بيذكروا ارايات محددة. طيب. لسه بنقول في بعض الموردين بيديه نورقة زي دي كده. ويقول لك شايكلي على الحاجات دي في البمب بتاعتي. ادي الشافت ران اوت. بيقول لك من تلاتة من مية لسبعة من مية. يبقى هو هنا اديني رقم سابت. التزم بيه هو. مش من الخمسة. يعني لا بالعكس. الراجل بيقول لك من تلاتة مية لسبعة مية. طيب. لو انا عندي مشكلة في الران اوت ايه اللي ممكن يحصل العمود اللي بيلف ده? اول حاجة ممكن الامبلر بتاعتي تخبط في الكيسينج فوق او تحت. ميكانيكا لسيل بتاعي طبعا هيحصل فيه عملية عالية اجهدات على السوسات بتاعته على الفيسز بتاعته. الاولسيلات كمان هيحصل لها مشكلة. والبيرنج عمره هيبقى قليل. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو.